أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمع أن شهر رمضان هو شهر الانتصارات وفيه كان يوم بدر وهو يوم من أيام الله التي تستوجب من الشكر وأخذ الدروس والعبر وقال وزير الأوقاف خلال احتفال الوزارة بيوم بدر بمسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها قال إن الإسلام لا يعرف الاعتداء على الآخرين كان النصر لنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بد على قلة عددهم وعتادهم فضلا وتثبيتا من الله عز وجل ولكن هناك دروس نأخذها من هذا اليوم أولها أن الإسلام لم يكن أبدا متشوفا للحرب ولا للقتال ففي هذا اليوم يوم بد كان كفار مكة والمشيكون قد خاجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون أن يستأصلوا شأفتهم في المدينة فكان يوم بد يوما دفاعيا خاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدافعون عن دينهم وعن أنفسهم وعن وطنهم موسيقى